زمان يا جماعة كانت النظرة إلى المجرم أحدية وإن ده شخص مختل أو ممسوس أو ملعوم من الآلهة مش بنبص بقى هو ارتكب جريمته ليه أو إيه هي العوامل التي تؤدي بالفرض إلى ارتكاب الجريمة وأول ناس قال الكلام معقول في موضوع المجرم ده هم فلاسفة اليونان القدامى فكانوا يقارنون الإجرام بالعلم فالشخص السوي متعلم والمجرم جاهل وأدى به جهله إلى ارتكاب الجريمة لكن أول دراسات علمية مؤثقة تمت في القرن التسعة عشر على يد إيميل دوركايم واللي أنشأ مدرسة اسمها الوسط الاجتماعي وكان بيشوف أن المجرم ده ضحية للمجتمع وأن الظاهرة الإجرامية حتمية ولازم يبقى فيه جريمة في المجتمع وأن الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة بتتكرر وتبدو في زبذباتها كعمل رياضي وعليه فإن الرحمة في التعامل مع المجرم لهي من سمات المجتمع المتحضر وكلما عامل المجتمع المجرم بالرحمة دل ذلك على درجة زائدة من تحضره وبالطبع تم توجيه نقطة لهذه المدرسة أنها تبالغ في العوامل الاجتماعية لتفسير السلوك الإجرامي وأن المجرم بقى ده ضحية للمجتمع بغير أن تنظر إلى الاستعدادات الشخصية للمجرم والدوافع الداخلية الكامنة التي أدت به الارتكاب الجريمة واللي احنا بنسميها العوامل الفرقية علشان كده جات المدرسة الوضعية الإيطالية واللي كانت على النقيد من تلك المدرسة تماما والتي أنقرت العوامل الفردية والاجتماعية وقالت أن المجرم هو مجرم بالفطرة وله من الصفات الجسدية التي وإن تتبعناها حنعرف أنه مجرم من غير ما حتى يرتكب أي جريمة مجرم بالميلاد بس طبعا وجه نقط شديد لهذه النظرية فحاول تلاميذ لومبروزو مؤسس هذه المدرسة إدخال بعض الإصلاحات عليها فأدخلوا عليها بعض العوامل الفردية والاجتماعية وبعدها بقى جماعة تولت هذه المدارس التي تفسر السلوك الإجرامي وكل مدرسة كان لها وجهة نظر في الأسباب التي تؤدي للجريمة ممكن تبصوا على المدارس دي من خلال اللينك اللي موجود فوق وبعد البحث والتمحيص في هذه المواضيع ادخل علم الإجرام والذي يمكن تعريفه على أنه العلم الذي يدرس الظاهرة الإجرامية في حياة كل من الفرد والمجتمع من أجل التوصل إلى تحديد العوامل التي تساهم في تكوين هذه الظاهرة تمهيدا للوصول إلى أفضل الوسائل للقضاء على هذه العوامل أو الحد منها بخضر الإمكان وعلم الإجرام لسلات كتير بعلوم كتيرة جدا وغير محصورة وده تطبيقا لمبدأ بينية العلوم يا جماعة واللي هكلمكم عليه بعد كده لكن النهاردة بيهمني أقول لكم سلة علم الإجرام بعلمين مهمين ألا وهما القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية احنا عارفين أن القانون الجنائي بيهتم في الأساس بتحديد الجرائم وكيف يتكون الركن المادي والمعنوي لكل جريمة ده من ناحية ومن ناحية التانية ما هي الغزاءات والعقوبات المرصودة لكل جريمة طيب إيه بقى علاقة علم الإجرام بالقانون الجنائي احنا عارفين أن علم الإجرام هدفه في الأساس أنه يعرف ليه المجرم ارتكب الجريمة فلما بنعرف ليه المجرم ارتكب الجريمة وبنفهم ده كويس بنقدر نوقع عليه العقوبة التي يستأهلها فلازم اللي بيحط القانون الجنائي يدرس علم الإجرام علشان يحط العقوبات والجزاءات المناسبة لكل سلوك إجرامي والدليل على كده التدابير الاحترازي يا جماعة فالتدابير الاحترازي هو وليد الفهم الجيد للسلوك الإجرامي احنا بنعرف ليه بيتم ارتكاب السلوك الإجرامي وناخد خطوات أو تدابير معينة نحترز عن طريقها أن يرتكب المجرم جريمته مرة أخرى كمان علم الإجرام له صلة وثيقة بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية هندرسه في سنة رابعة وده علم بيختصب بضواب التفتيش المتهم والقبض عليه واستجوابه وعرضه على المحكمة يعني من الآخر كده كل تلك الإجراءات المنحصرة ما بين لحظة ارتكاب المجرم للجريمة وحتى إقاع العقوبة عليه طيب إيه علاقة ده بقى بعلم الإجرام الذي يحاول أن يفهم لماذا تم ارتكاب السلوك الإجرامي؟ في الحقيقة بيتبدى ذلك من خلال ثلاثة نقاط هم أول نقطة متمثلة في حاجة اسمها الفحص السابق على الحكمة وده نظام بيلزم القاضي بفحص القضية على نحو كامل وشامل بحيث يحيط بجميع ظروفها وأسبابها وكل العوامل الفردية والاجتماعية التي تسببت في وقوع السلوك الإجرامي وذلك قبل أن يباشر القضية وده لي بقى؟ علشان يستطيع توقيع الجزاء المناسب على المجرم ظهور الحاجة الملحة إلى تخصص القضاء يعني أن القاضي بقى مختص بنظر نوع معين من القضايا وده لي بقى؟ علشان يبقى فهم فيها ويكون أقدر على تخدير العوامل الفردية والاجتماعية للظاهرة الإجرامية وبالتالي إقاع الجزاء المناسب والفعال على الجاني أو المجرم لأن الجزاء علاج مش كده ولا إيه؟ كمان كان من نتائج ذلك ظهور نظام قاضي التنفيذ وده نظام موجود في بعض الدول بحيث يتم تعيين قاضي معين لمتابع تنفيذ العقوبة على الجاني إذ قد تتبدى من الجاني بعض الإمارات والسلوكيات الإيجابية التي قد تدفع قاضي التنفيذ إلى الإفراج عنه قبل انتهاء مدة العقوبة المنطوق بيها أو حتى تعزيل الحكم المنطوق به وتخفيفه اشتركوا في القناة